فتاة جميلة من أسرة فقيرة ملتزمة بطاعة الله وتعيش لإرضائه وتدعوه دائما أن يخرجها وأسرتها من ذل الفقر وأن يثبتها ويديم عليها نعمة الصبر تقدم لهذه الفتاة رجل ثري للزواج بها وعندما سأل والدها عنه علم بأنه لا يصلي واستولى على إرث إخوته ويمتاز ببخل شديد ومع ذلك أقنع ابنته بالموافقة حتى تخرج من الفقر الذي تعيش فيه وبأنها ستستطيع تغييره للأفضل بدينها وصبرها الجميل الذي تعودت عليه معهم فوافقت الفتاة وقالت أبيها لعل في الأمر خيرا وسأكون دائما داعية للخير كما أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وبعد الزواج حاولت الزوجة إصلاح زوجها وكثيرا ما توسلت إليه كي يصلي ويترك المعاصي وأصدقاء السوء وأن يعطي إخوته حقوقهم ولكنه في كل مرة تحدثه في هذه الأمور كان يعتدي عليها بالسب والضرب فكانت تتحمل وتصبر وتدعو الله أن يهدي زوجها ويصلح من أمره وبعد أشهر من الزواج أخبرها الزوج أنه سيغيب عن البيت يومين لعمل هام فاتصلت الزوجة بأمها بعد أن شعرت بألم كبير وعندما جاءت الأم ومعها الطبيب عرفت الزوجة بأنها حامل ففرحت كثيرا وشكرت الله على عطائه وفضله وتمنت أن يغير هذا الخبر السعيد حياة زوجها لحمد الله وحسن عبادته وطلبت من أمها أن لا تخبر أحدا بموضوع حملها حتى يعود زوجها وتفاجئه بالخبر السعيد أثناء غياب زوجها اتصلت بإخوته وطلبت منهم التنازل عن القضايا التي في حق زوجها ووعدتهم بأنها ستقنعه بإعطائهم حقوقهم ويكون الحل وديا وطلبت منهم الحضور بعد يومين عند عودته فوافقوا على طلبها لأنهم يعلمون مدى صدقها وبعد يومين وأثناء ما كانت الزوجة تصلي المغرب عاد زوجها وظل ينادي عليها وعندما عادت بعد دقائق مبتسمة وتريد أن تخبره بالنبأ السار أسرع إليها واعتد عليها دون أن يعرف سبب تأخرها عليه فأغمي على الزوجة وسقطت على الأرض وظن الزوج أنها ماتت فاحتار وظل ساعة يفكر في مصيره المظلم وفي هذه الأثناء رن جرس البيت وفوجئ عندما شاهد إخوته يدخلون عليه بالهدايا ويحتضنونه ويخبرونه بأنهم تنازلوا عن القضايا التي قدموها ضده بناء على طلب زوجته ثم سألوه عنها فأخذ يبكي ويقول لقد افتقدت هذه الزوجة الصالحة التي لم أقدر قيمتها فوجئ الإخوة بالزوجة ساقطة على الأرض فابتسمت شقيقته وعطرت الزوجة ببعض العطر وعندما أفاقت الزوجة تناست ما حدث وابتسمت وقالت لإخوة زوجها لقد أغمي علي بسبب الحمل فأنا في أول شهوره فرح الإخوة كثيرا وقدموا لها التهنئة وكم كانت سعادة الزوج برؤية زوجته على قيد الحياة وبعلمه بقدوم أول مولود له وبتنازل إخوته عن قضاياهم ضده وعودتهم لبيته فأسرع يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يسامحه عن كل ما مضى واعتذر لزوجته عن كل إساءته لها وأعطى إخوته حقوقهم واستدهشة وفرحة الزوجة الصابرة التي تقبل الله دعاءها إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فقال له من بيت من بيوت الله كنت أقرأ فيه كلام الله قال الأعربي بدهشة وهل لله كلام يقرأ قال الأصمعي نعم فطلب الأعربي من الأصمعي أن يقرأ عليه شيئا من كلام الله فقرأ الأصمعي من بداية سورة الزاريات حتى وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وهنا قاطع الأعربي الأصمعي قائلا آه الله قال ذلك قال الأصمعي اللهم نعم والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد فقال الأعربي للأصمعي انتظر ثم قام بذبح ناقة عنده وأعدها للطعام وما يمر عليه أحد إلا ويطعمه وهو يقول الله تكفل لنا بالرزق وأنا جالس هنا أقطع الطريق وأقتل المسلمين ثم أمسك بسيفه وقوسه وكسرهما وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون مما جعل الأصمعي يلوم نفسه ويقول لم تنتبه يا أصمعي لمن تبه له الرجل مع أنك تقرأ القرآن منذ ثلاثين عاما ومنذ ذلك الحين تاب الأعربي إلى الله وهام على وجهه سياحة في الأرض مطمئنا بموعود الله الذي تكفل برزقه ويمر عام على هذه الحادثة ويذهب الأصمعي للحج مع الرشيد وأثناء طوافه حول البيت يستوقفه رجل يشع نور الإيمان من وجهه ويبدو عليه علامات الزهد والتقشف ويقول للأصمعي يا أصمعي أما تعرفني أنا الأعرابي قاطع الطريق قال الأصمعي سبحان مغير الأحوال وسبحان الهادي إلى سواء السبيل ثم قال الأعرابي يا أصمعي أسمعني من كلام الله فأخذ يقرأ الأصمعي من بداية سورة الذاريات حتى وصل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فصاح الأعرابي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهل غير هذا قال الأصمعي نعم يقول الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فصاح الأعرابي صيحة شديدة ثم قال يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثا ثم غشي عليه ولم يحرك ساكنا بعدها حيث فاضت روحه إلى بارئها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين معلمة بمدرسة ابتدائية عرف عنها الجفاء والتعامل بقصوة مع التلميذ وكانت تبرر ذلك لزميلاتها لأنه بسبب مشاكلها مع زوجها الذي جعلها تفقد أعصابها لأدفه الأسباب في أحد الأيام جاء والد تلميذة لمقابلتها في غرفة المعلمات وتوقعت أنه ككل أولياء الأمور جاء يشتكي من سوء معاملتها لابنته أو ابنه لذلك قررت الهجوم عليه وتلقينه درسا قبل أن يبدأ هو وبالفعل قابلته بغضب شديد واتهمته بتدليل أبنائه حتى أصبحوا مشاغبيا وبعد أن انتهت من كلامها فوجئت بصمت الرجل وابتسامته الحزينة فشعرت بخجر كبير وسألته لماذا لم يرد على ما ورد منها وإساءتها له وله الحق في ذلك ويمتلك القوة للرد فقال لها يا ابنتي قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولم أحضر إلى هنا للشجار وإنما ليخبرك أن ابنتي وضعها مختلف عن كل التلاميذ فقد ماتت أمها عند ولادتها وأصيبت ابنتي بجلطة جعلتها لا تستطيع الحديث جيدا وأعرف أنها ضعيفة ومن المفترض أن نساعدها في البيت ولكن ظروف بيتنا صعبة وإن كانت تحتاج لدروس فأنا لم يكمل الأب حديثة وامتلأت عيناه بالدموع ولكنه منعها من النزول بسبب كبريائه كرجل ولأول مرة تشعر المعلمة بهذا التعاطف مع الأب وأرادت هي الأخرى أن تبكي ولكن حفاظا على هيبتها كمعلمة أمسكت دموعها وقالت لوالد التلميذة لقد استوعبت ما تريد وسوف أخبر كل الزملاء بظروف ابنتك الصحية وهي ليست ضعيفة دراسيا ولا تحتاج لدروس وسوف تكون قريبا من أفضل التلميذات تغيرت منامح الأب حيث تبدل حزنه بابتسامة ملأت وجهه وغادل المدرسة في سعادة كبيرة بعد أن دعا للمعلمة بالحلم والستر والتوفيق صعدت المعلمة إلى التلميذة بالفصل فلاحظت عدم تصفيفها لشعرها وصمتها الدائم فأخذتها بين أحضانها ثم مشتت لها شعرها وقالت لها من اليوم أنا أمك وسوف تأتي معي إلى البيت كل يوم لمدة ساعتين ثم أوصلك إلى بيتك في سلام ثم قامت بتغيير مكانها وطلبت منها أن تتحدث مع زميلاتها وتضحك وتلعب ومع بدء الحصة تركز لتفهم ففرحت التلميذة فرحا كبيرة وبدأت تبتسم لكل زميلاتها وفي نهاية اليوم الدراسي أخذتها المعلمة معها إلى بيتها بعد أن اشترت لها ملابس وأدوات جديدة وأدخلتها الحمام لتغتسل ثم مشتت لها شعرها وبدأت تشرح لها بعض الدروس مما جعل الزوجة ينظر إليها في دهشة كبيرة وسألها هل أنت زوجة التي لا تتحمل مدعبة أبنائها وكانت المفاجأة للزوج عندما وجدها تبتسم وتعتذر له عن كل ما بدر منها وتقول له لقد تعلمت اليوم درسا لن أنساه وعلمت سبب معاناتي وقسوتي كنت أظن قوتي في قوة ردي وانتصاري على من يحاوروني أو يتهجم علي ولكن والد هذه التلميذة علمني أن الحلم بالفعل سيد الأخلاق وقد أعطاني بحلمه وتسامحه مفتاح السعادة كما دعا لي بدعوات تأكدت الآن من استجابة الله لها فالحمد لله حمدا كثيرا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين